إذا متابعنا الكرام في هذا الخبر العاجل والمهم ومتابعة للأخبار المتعلقة بالمنطقة العازلة حيث تأكد حسب معلومات توصلنا بها عن تدمير عدة سيارات تابعة لمرتزقة البوليزاريو بالقرب من شمال موريطانيا هذا الحمل الجوية أو القصف الجوي المغربي أصفر عن هلاك ومقتل عدة عناصر من مرتزقة البوليزاريو ما زالوا حتى هذه الساعة جثث ديالهم ملقات في الخلاء حيث كانوا يحاولون استغلال الأراضي للشمال موريطانيا من أجل الاقتراب من المنطقة العازلة وكذلك القيام بعمليات إرهابية غير أن التحرك الاستباقي المغربي أدى إلى مقتل كل هذه المجموعة المرتزقة البوليزاريو كذلك تم تدمير عدة آليات وعدة شاحنات كان يستعملها مرتزقة البوليزاريو في التنقل ما بين تندوف وشمال موريطانيا الآن متابعنا الكرام مجددا هل نتحدث عن بداية إنهاء المنطقة العازلة أم شيء آخر بطبيعة الحال الأمور سوف تتضع في قادم الساعات وقادم الأيام ما هو مؤكد الآن وهو وجود عدد كبير من قتل مرتزقة البوليزاريو وجدت ديالهم ما زالت ملقاة في الخلاء كما ذكرتوا سابقا ما زال حتى هذه الساعة لم يستطع أي مخلوق على أنه يقرب من مكان الاستهدافات ومكان القصف اللي قتل فيها المرتزقة وبطبيعة الحال لا أحد من أي جنسية كانت أو أي مخلوق كان من أي دولة كانت قادر على أن يدخل حاليا للمنطقة العازلة لا حاليا ولا مستقبلا ولا في أي وقت كان إذن متابعنا الكرام هذه هي المعلومات الحالية المتوفرة في انتظار تصريب أسماء وصور الهالكين ديال المرتزقة البوليزاريو كما في كل عادة سوف أوفيكم بالمزيد من التفاصيل حينما تتوفر لدينا في قادمة الساعات إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته